اشتركوا في القناة من يدخل الماء إلى جوفه وهو يتمضمد بالخطأ غير متعمد فصومه صحيح أما من أكره إكراها شديدا على الفطر حيث يشك الأمر عليه وفيه تضرر يتناول المفتر الذي أكره عليه ثم يقبل صومه ولا قضاء عليه ولا كفار أما حكم من أكل ما لا يتغذى به عادة كالملح أو البرد أو أوراق الشجر عند الجمهور صومه باطل ماذا عن حقن المرضى بالأدوية؟ هل تفتر الصيام؟ مسألة الحقن للمرضى بالأدوية لا تفتر بالإجماع أما الحقن الغذائية عند الجمهور تفتر من جامع متعمدا فقد أبطل صومه عليه الكفارة المغلزة في صيام رمضان فقط لأنه واجب وكفارة من جامع متعمدا عدق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعلا لا كسلا أو تهاونا أطعم ستين مسكينا من غالب قوت بلده أما مسألة من جامع ناسيا أو بالخطأ فالناس صومه صحيح أما الخطأ كأن يخفل أنه في رمضان أو غلب على ظنه أن وقت الصيام لم يدخل بدون تهاون أو تساهل فإن صومه صحيح لا كفارة عليه من تعمد القيء بطل صومه ومن مفترات الصوم أيضا الردة عن الإسلام وأيضا وجود نيات الفطر أي العزم الأكيد على الفطر فهو من مفترات الصوم ومن مفترات الصوم خروج دم الحيدي والنفاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا